أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل وذلك للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث كشف مدبولي عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر مشيرا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلب احتياجات المواطنين وكذا توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن استمرار عمل المصانع كما تطرق مدبولي خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعدادا لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 هذا واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الأرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء ترجمة نانسي قنقر